سلام عليكم مفاجآت تنتظر المصريين فيما يخص ملف الدعم ما الذي تخبئه الحكومة المصرية وتخطط له فيما يخص الدعم يطرى إلغاء ولا إلغاء وحاجة تانية كواليس ايه ماذا سيحدث ما انت لازم تعرف قطواتها عشان تلحق تاخد حذرك واتدبر أمورك وإلا الأوضاع حتسوق أكتر ما يسيئ حلقة النهاردة هنقدم فيها معلومة جديدة بس برضو محتاجين نفهم مع بعض قصة الدعم وطالما محتاجين نفهم يبقى محتاجين منك خمسين شاي عيرت إيه وورقة وقلم هنحتاجهم ويطرى بينا الحلقة دي مهمة جدا والجديد فيها وإحنا بنقرب على آخر الحلقة فشوفنا للآخر بقى بس في الأول ما تنساش أن اليوتيوب والفيسبوك حاليا بيقيدوا المحتوى الاقتصادي والسياسي وبيقللوا الريتش بتاعه لإعتبارات كتير انت عارفها كويس فلولينا خاطر عندكم بابددعم والتشجيع ياريت كل اللي بيشوفنا هيعمل لايك ويعلق برأيه وما تنساش كمان تفعل علامة الجرس على اليوتيوب عشان يوصلك الإشعار بالحلقات لو شاي الجهز هاتوا يا الله بينا أنا محمد أبو عاصي وجادر ديش معك اقتصاد في خمسينة اقتصاد عايز أقول لكم ان احنا في خمسينة اقتصاد عملنا قناة جديدة اسمها خمسينة بودكاست اللي بتنضم لعيلة خمسينة بتاعتنا بتكبر بقى من اسمها كده هي بودكاست حوارات من اللي بتتسمع وانت بتتمزج بقوبية الشاي بتاعتك بنتكلم فيها اقتصاد بناستضيف فيها متخصصين وبنتكلم بحيادية وبدون خطوط حمرة في كل ما يخص الاقتصاد وما يدور في كواليسه نفهم مغزر قرارات الاقتصادية وهتأثر على حياتنا ازاي ازاي نكسب من ورد كل قرار بيطلع ونتق شر الخسارة مش هنستضيف بس خبره متخصصين نحن نستضيف رجال اعمال وروات اعمال وحيتان السوق والبيزنس والتجار الكبار وحتى منكم من يتحدث في الاقتصاد هنستضيف من الجمهور مش هنخلي ومش هنجامل في حواراتنا القناة دي هتتعبني اوي بس هنعمل فيها شغل وصائق وهنبنيها مع بعض فياريت تشترك معانا فيها واتفعل علامة الجرس لان محتواها هناك هيكون مختلف وهيفيد حضرتك يلا اشترك من هنا او حتى من هنا اول لينك في اول كومنت وعايز اقول لكم اننا برضو بنقدم يوميا على خمسينة اقتصاد الحالية الكبيرة دي زي ما تقول كده بس مباشر بنتكلم في كل حاجة بتحصل بشكل اللاحظي خدمة متكاملة بقى نرجع لحلالتنا عشان اقولك في البداية وقبل ما اقولك الجديد ايه اللي هيحصل ويه اللي بتخطط ليه الدولة فيما يخص الدعم لازم نفهم من اول وبيضة عن التعصم او حتى المجاملة ايه قصة الدعم وليش حكومة عايزة تلغيك وليه معظم الاقتصادين بيشجعوا الخطوة دي بالتحديد وليه لازم نخاف منه ومن خطوة إلغاء والبديل وإيه اللي هيترطب على ده طيب عايز اقولك قبل اي حاجة اداء الحكومة المصرية سيء في ملف الدعم ساقط اقتصاد وصاقط ارقابة واداءها سيء في ملف الدولار والكهرباء وادارة موارد الدولة من الرغاز واللاجئين حتى الان وزي ما تكون كمان السيطرة على التجار وملف ارتفاع الاسعار لكن برضو خلينا نفهم الازمة جات من ايه وعشان نفهم لازم نفهم قصة الدعم الدعم ببساطة هو دور اجتماعي بتقدمه الدولة للمواضيع بتشعره انها فضحره في اوقات الازمات الاقتصادية وحتى غير الاقتصادية بس اللي بتأثر على داخله وحياته بحيث يتقي بدور الدولة شر ازمة ممكن تحصل ليه يكون سببها فقره وانهياره اقتصاديا وتشرده ووصلته الدعم مهما كان هو ايه بيكون لفترة زمنية معينة بين قصين اللي هي فترة الازمة وعشان تكون عارف حضرتك فالدعم فكرة موروصة من النظام الاقتصادي الشيوعي والاشتراكي دول انظمة بيقولك الدولة تكفر المواطن من الولادة حتى الممات لحد ما يموت الكلام ده كان صحيح لما كان عدد الناس قليل وموارد الدولة كتير على ناس وما كانش فيه غلاء الاسعار والاستغلال الاقتصادي اللي بنشوفه دلوقتي وحالة التطور اللي بتحصل من وقت للتاني لكن بصراحة الدعم مالوش ما كان في الاقتصاد الحر الرأسي مالي الا فيه أدياء الحدود وبحساب وبمحاذير طب ليه عاصي لان الدعم مؤذن الاقتصاد ومسكن للمواطن وبيخسر الدولة اديك يا عاصل بدأت تتكلم زي الحكومة بتتكلم استنى بس ما تتدايقش ما انا دلوقتي هقولك ان مش كل الدعم ضرر ومش كل الدعم لازم يتلغي لان الدعم حقل بعض الناس هتعرفهم دلوقتي ومال ايه القصة الاصل انك تقدم الخدمة بسعرها لو ما كسبتش فما تخسرش لانك لو خسرت هتسحب من بند تاني واتدخلني في متاهة ركز بها معايا في النقطة اللي جادة القصة ان الدعم مسكن للمواطن زي ان الدولة تقولك الالم ده مثلا بجنيه والمدة عشر سنين هيفضل بجنيه ويكمل عشرين وتلاتين سنة برضو بجنيه وده مش صح لان سنويا تكلفة انتاج الالم بيزيد فسعره بيزيد والدولة بتشتريه بالسعر الغالي وتديه ليك بالسعر الرفيس وتدفع الفرق من جبه او من موارده وحط تحت مواردها دي ميت خط وخط هتقول له مالي عصر ما تدعم المواطن هقولك صح بس ده لو في سلعة اتنين تلاتة عشر سلع والعدد من مواطنيها تتوفر فيهم شروط معينة انه مش قادر يشتري السلعة اللي بتدعمها الدولة اما اللي قادر يشتريه خلاص يشيل نفسه بنفسه مش كده وبس ده انت كدولة عندك مهام لازم توزن بينها وبيندورك في دعم المواطن يعني اراداتك اللي هتدعم منها المواطن تكون قادرة تشيل تطويرك للطرق والكباري وتنشئ مشروعات وتستثمري وتسلاحي نفسك والطواري امكانيات ده جنب الدعم ده كله من الموارد يعني جزء يروح للحاجات دي وجزء يروح للدعم يعني توزع كدولة اراداتك اللي جزء يكبر منها ضرائب بيدفعها المقتدر عشان ياخد بيها خدمة مش يدعم بيها غيره اللي هو مش بيتعب ويبتكر ويشه وعشان يبقى زيه مين راح للدولة وقال لها شكرا انا بقيت مقتدر مش محتاج دعمك ووجهيه لمن يستحق ده السؤال المهم خلاص هنسلم ونقول الدولة اتفقرت وما فيش مانع تدعم بس لازم الدعم يكون نسبة من الارادات احنا بقى بنتكلم في شغل حسابات خد بالك مش رادة اقول لك ولا رقم حتى الان فيما يخص الدعم مش عايزة اتكلم بلغة الحكومة خلينا نتكلم بلغة المعادلات الاقتصادية افضل اللي حصل هو ان ارادة الدولة عندك في مصر 75% منه جاي من الدرايب وعايزة اقول لك حاجة بتوصل لـ 90% ببعض الاحيان دلوقت 90% لانك بسبب الدعم اللي صرفته زمان وخليت الاسعار بالمتناول وصلت للمرحلة انك كحكومة ما عملتش مشروعات تجيب عائد يصرف على الدعم مشروعتك محدودة كمان ما طورتش امكانياتك ده الطرق كلها اتعملت من جديد تاني وبتكلفة اعلى للدنيا بقت اغلى كمان ارادات مصر رايحة للدعم يا للديون اللي انت اقترحت وعشان تمشي بها امورك في الاساس وتقضي احتياجاتك يا للأجور اللي مش عاجبة كمان المواطن عندك وطبعا كونك طيعة الفلوس في الدعم فدخل لك كدولة ما تهتمش بامكانياتك ولما سقطت امكانياتك سقطت معها قدرتك على تطوير بصنعك وشركتك كدولة واجيب مكان جديد في وقت قياسي واتطور العمالة اللي هي بقت متوكلة على الدعم بتاعك فحتى كمان خسرت موارد بتاعك او خسرتها بمعنى ادق وبقيت تصدرها خمات عشان تجيب دولار تصرف على الدعم مع العلم انك لو صنعت الخمات دي هتدخل اضعاف ده غير تدن الخدمة اللي انت بتقدمها اصلا للدعم ما هو انت مش قادر توفر فلوس تطور الخدمة وتكفي مصرفتها ولنا في قطع الكهرباء عزة وآية وعبرة سلعة الكهرباء الدولة متحكمة فيها بشكل جزر محدش بيتجها غيرها مفيش منافس كل المواطنين بيشتروها بلا استثناء سلعة اساسية وتنفس الوقت بتخسر وبتنهار رغم ان الدولة اقتردت لبناء محطات بس المحطات مش هينفع تقترد وعشان تشغلها خاصة لما دخلك صندوق النات وقال لك هديك قاردك بس ما فيش هيئة تسلف هيئة ويبقى فيه سحبة على المكشوف حد عايز يسلف حد يبقى فيه اصل بيتسلف عليه الغاز متوف والكهرباء مديونة للبطرور وما عندهاش ايرادات لا تدفع الديون ولا تشتري جديد من الرجاز تخيل عامل قارد من خمس بنوك بواحد وخمسين مليار جنيه عشان يدفعه متأخرات هل حضرتك لو ده مشروعك هيكون منطقي انك تسيبه يوصل للمرحلة دي طبعا معي الحلقة وما تتضيقش مش قصد الدولة ترفع الدعم عن الكهرباء واللي قلته مبرن بس تكمل معايا وجايلك في الجزء الجديد والمهم دلوقت الدعم في مصر وصل لمرحلة ان اللي بيتجوز بيفصل نفسه في بطاقة التموين فبالتالي بينفصل وبيثبت ولاده وبعد كده على بطاقته ده إجراء روتيني معاه فلوس ما معهوش فلوس يستحق ما يستحقش مش مهم المهم اخد حاجة من الدولة ونتعامل مع الدولة وكأنها بلد تانية غريبة ما هي الدولة مش رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية بتحبه أو ما بتحبوش ده موظف وماشي طول أسر ماشي رئيس الوزراء الفاسد هيمشي وهيتحكم والوزراء المرتشين هيتحكموا المقصر واللي مش قدها يمشي زي ما رئيس الوزراء الأمين الناجح يكرم طب هل ده معناه ان الدولة لا تدعم لا حضرتك احنا ما قلناش كده كل اللي قلناه ده مش معناه ان الدولة ترفع الدعم عن المواطن أمالية عاص لخفنتنا ركز بقى معايا في اللي جيد أنا هقول لك بس تخد بالك ان الدعم مش كله مكروه ده فيه دعم مطلوب وفي النظام الرأسي مالي كمان أيوة دعم الصناعة والزراعة أدعمه يطور من نفسه ويقدم سلعة يقدر ينفس بيها ويصدرها للخارج بسعر تنافسه فيكسب أرض ويكسب سو ويطور من إمكانياته بدعمه يعلى ويقدم منتج ويهتم بالزراعة والصناعة على إنهم هيبقوا منجم دهب في التوقيت ده مجالات مربحة مثلا في حالة توفر الدعم طبعا عائد ضخم لأن الدولة بتديك دعم عليه ده دعم محمود حضرتك وده لازم نسقف الدولة لما تنسحب من الدعم لازم تنسحب تدريجي مش من كل الملفات في نفس الوقت ولا مرة واحدة ما تطلع ليش من العش والكهرباء والميا والغيره في نفس الوقت وتتحين يعني تختار توقيت الإنسحاب ما يكونش في وقت أزمة عالمية أو أزمة محلية زي ما بيحصل دلوقتي ويكون في بداية تحمل مواطن لحد الدولة ما تنسحب من الدعم يعني حاجة تسلم حاجة مسكنات مرحلية لحد ألم الدعم ما يعدي وإنت بتنسحب بتدي المواطن تطوير للخدمة وعشان يعرف إن فلوس الدعم رايحة للتطوير مش هتكتنزها الحكومة في جبها من هقفلك بالمرشرة كمواطن سيادتك بقى شيلت الدعم يبقى تديني خدمة وإلا ههدد لك نظام استقرار الدولة الرقابة فعلى الرقابة مش تنسحب النهاردة من الدعم واسيب المواطن في مواجهة مع التاجر اللي هيستغل الموقع ويرفع الأسعار تحوط بقى وطبعا قبضة الرقابة للدولة ضعيفة على التاجر حتى الآن فإزاي بتنسحب وانت قبضتك ضعيفة اللي هام بقى فعلا هو إن هناك من يستحق الدعم وده شاءة الدولة أم أبت لازم يفضل فرقابتها حتى لو على حساب الدولة المواطن اللي بيشتغل ودخله مش مكافيه والمواطن اللي مش بيشتغل لعجزه أو لغيره والفقير المتقع دول بقى فرقابة الدول ثانية واحدة يا عاصر هي الدولة بتدعم إيه في مصر أسطنع عشان تتعمل موضوع الدعم وتتكلم فيه هقول لحضرتك العيش كهرباء الميا تعليم تعليم جميعي وابتداء وبرغم دعمها للتعليم إن المنظومة كلها طالب ومدرس وإستاذ جميعي ومدارس وحتى كتاب مدرسي في تضاهر تدعم الصحة وفي تضاهر ما بتجيبش تكلفتك ورجبتك الديون هتطور منين بتدعم الأسمدة عشان الزراعة وحال الزراعة حضرتك شايفه بتقدم دعم ضعيف للصناعة والتجارة والزراعة والمنظومة فاشلة برضه بتدعم المشروعات الصغيرة بقروض تبها وليلة وفاشلة المنظومة بتدعم الطرق اللي بتطور أو بتطور ما هو مفروض فيه كارتة على كل طريق بيتطور مبلغ رمزي وده مش بتطبق على كل الطرق على بعض الطرق بس اللي هي السريعة أو الرئيسية دعم السلع التامونية ومعدلة الفقر في الطالع برغم إن فيه دعم من زمان للسلع التامونية اللي إن دعم الدعم ده كله مشوف ناس نعني ناس بنت أصور من الدعم ده أنت كنت بتدعم العملة كمان ورغم كده طول عمرات تخسر كنت بتدعم السكة الحديد والمترو وانت بسات النقل العام فترة من الفترات وحضرتك شفت المنظومة كانت خدمتها عاملة إزاي ووصلت لحد فيه كنت وما زلت بتدعم شركات الدولة اللي بتقدم منتج رخيص فخسرت الدولة وخسرت أنت كمان لإن محدش بيشتريه المكان حالته متدنية هينفس مين وإزاي كل ده إدانا في مصر فطورة ستة تريليون جنيه ديون داخلية وفطورة خارجية مئة وسبعين مليار دولار عشان حبوا يصلحوا اللي اتكسر ووقع وفطورة تسد بالمليارات ودعم تخطى آخر عشر سنين بس تريليون وستمائة مليار جنيه ما فيش دولة بتدعم كل السلع دي دي نقطة الأهم من كل ده هو ما ستفعله الدولة المصرية وما تخطط له هتعمل إيه هتلغي الدعم كله بشكل تدريجي عارفين يا عاصي بعد يوم دي الكهرباء هتقللها على فترات والعيش على فترات والسولار والبنزين على فترات صحيح وكمان عارفين يا عاصي إن فيه مشروع ضخم يخص الدعم وهو تحويله من دعم عيني دعم سلع زي اللي بتعمله الدولة دلوقتي لدعم نقدي يديك فلوس في إيدك وده يفرق يفرق هيدك كام وإزاي والرقم قديم قد بل حضرتك الدعم النقدي ده حل عباري ده هيحول عيوبك لمميزات ومكاسر هيخلق عندك قوة شرائية أكتر ولواجه اقتصاد ويدخد مميزة ومخترمة هيديك كارت شبه كارت البنك أو بطاعة العيش اللي بتتخدم بها ساحب العيش وغير تروح ليه يطلع ليك أو تروح ليه يطلع لك الكارت بتاعك تشتري عيش بسعره الحر من أي مقبه سياحي في البلد مش المخابز المشتركة مع التموين وبتاخد حصة من دقيقة دولة وتخنصر منها وفي مخابز محترمة على فكرة لا انت سياحي عيش سياحي عامل عيش يفرح للجمهور أو يفرح للجمهور العادي عيش حر هتلاقي واحد بتاع تموين داخل يشتري عنك انا هاخد منه عيش التمويني والمخبز هيدبر دقيقه بإيده عن الدولة كل القصة ان الدولة هتديله الفلوس اخر الشهر اللي باع بها عيش تموين كل ما يضرب كارتة على المكان يزود نصيبه وانت الدولة بتتحمل عنك فرق العيش ده يخلي كل المخابز توفق أوضعها عشان تستفيد من الصفقة الحقامية دي فبالتالي مخابز رسمي يعني ضرائب زيادة للدولة يعني عائدات يعني اقتصاد الرسمي ينضم الاقتصاد الرسمي فالدولة تخفى علينا شوية من ضرائبها اللي بتفرضها على المواطن طيب نفس القصة في أفضل المستشفيات والجامعات والمدارس ما الدولة هتبيع وتشارك في مدارس والمستشفيات والمدارس والجامعات داخلين في القصة بس دول هيتأخروا شوية السلع التامونية هتدخل تشتريها بسعرها العادي من أي سوبر ماركت ولا هايبر ماركت ولا غير وتقف رافع راسك في الطبور تدلوا الكارت أوتوماتيك يتخصم منه الفرع ده كمان عارفينه يا عاص الدولة هتبدأ تشتغل على المحافظات لتطبيق الدعم المادي النقدي بالتعاون بين كل وزارات الدولة وعلى رأسهم البنوك ووزارة الاتصالات بالتحديد وهيئة البريد وزارة التموين فيما يخص دمغة الدهب بتاعة البركوت وزارة المالية منظومة ضخمة بيتجهز لها وفي وزارة سيادية هتشترك في الموضوع لضبطه والسرعة التنفيذ والرقابة عليهم ده احنا بيتوضب لنا بأقلب أصبر اللي عارفناه انه هيتم رصد اي مواطن ليه حساب بنكي او كارت قبض مرتبات او كارت بحساب البريد او دمغة باركوت هتطلع باسم حضرتك بتاعة الدهب ده فيه كمان دمج ده مع منظومة الفواتير هيتدمج الحاجات دي كلها الفواتير الرقمية والالكترونية اشتري تلفزيون تلاجة او عربية حتى اي حاجة اشتريتها منظومة التعب اللي ملوش حساب بنكي هيتعمل ليه والفواتير اللي بتشتري بيها بيدوروا ليها على شكل لكن فيه كزراء داخل المنظومة بيقولك هتبقى برقمك رقم البطار او بصورة البطار او برقم حسابك البنكي يعني حساباتك مترقب والشراك من عدمه مترق كل السلع لبس وغير لبس او حتى احتياجاتك الطبيعية المنظومة دي في النهاية وظيفتها انها ترقب سلوك الشراء والبيع عندك كمليات كتيرة او كميات كتيرة يبقى انت ميسور يبقى انت برقم زمد الدعم وما فيش محل مش هيطلع لك فطورة حتى محلات الاكل ده هيحصل فيه ايه بقى هقول لحضرتك شوية وعشان الموضوع هياخد وقت وهتبدأ الدولة تقولك تعالى يالي تستحق الدعم او شايف نفسك تستحق الدعم وعشان هديك دعم ناقي الكارت اللي اتفقنا عليه هتدرس وضعك بالتفصيل وحساباتك وتعمل لك فحص حساب بنكي لو عليه تعاملات بمبلغ سنوي حوالي نصف مليون جنيه وده المعلومة حتى الان ممكن ده رقم يقل او يزيد حوالي نصف مليون جنيه سنويا يبقى انت بر الدعم وده رقم اولي حتى الان ممكن يقول للي يزاوده ده بتاعته طيب ما علاوش تعامل بس فطورة مشترياتك في السنة بتوصل حوالي 200 الف جنيه يبقى انت ميسور بردو بر الدعم معاك عربية جديدة بر الدعم بتشتري دهك فدمجة البركود اللي بيتم التجهيز لها دلوقتي هتكشفك يبقى بردو بر الدعم عندك كم اراد او كم فت دم ارض بردو بر الدعم كم راس ماشية ما ده فحصة هيحصل فهيتم التحكم من النقطة دي عشان كده عايزين يتلعوا للمواشي بطايع رقم قومي وده حق الدولة مش هتقدر تتكلم انت هتكون خاضع لرقابتها لانك في الاخر طالب منها دعم فحقها ترقب دخلك لانها باقت شريكة لحضرتك اصلا مشوار انك تروح تطلع الكارت ويتعملك فحص هيفلطر كم كبير جدا من المنظومة التامونية اللي ما تستحقش الدعم هيتطلب منك كاشف حساب بنكي وبيان داخل واتش آر لتر بتقبط كام والحوافز والعملات ومرتبك لازم يتحول على البنك ده اللي بيتخطط لي حتى الآن الخلاصة كفاية بيعواهم القصة مش في توفير اموال الدعم اطلاق وما تكلمناش على كده انا مردتش اكلمك بروغة الارقام وخيص ركام وكسب ركام وافند ميزانيات ملهاش لازمه هي معادلات اقتصادية افضل الاموال ممكن توفرها من اي بند تاني او تعليلها لكن لا توفرها ولا تعليلها هو الهدف الهدف هو انك تتقي شر اللي بيعمله الدعم في مالية واقتصاد الدولة وان في مواطن بيغرق كل يوم يستحق الدعم فعلا وفي مواطن مصطور ومش مأصر بس يحتاج الدعم وعشان ستره يكمل ده زنبه في رقبة الدولة ورقبة اللي بياخد دعم دون ان يستحقه فيه دراست الابعاد الاجتماعية في دولة اكتر من 30% من شعبات تحت خط الفقر المتقع فيه مأولين ومدرين وناس كبار مرتاحين بياخدوا الدعم واغلبتهم هم اللي بينتقدوا رفع الدولة للدعم من عدمه المناسب ده الخلاصة ورأي الاقتصاد في قصة الدعم الذي يجب ان يرشد ويوجه لمستحقين يجب ان تستفيق الدولة من غيببتها وضعفها وزي الفلسونة بيقولوا الجميع حكماء الجميع يضعون الحلول للمراكبة التي تغرق لكنهم يكتبون من موقعهم على اليابسة اشوفكم على خير